أكدت وزارة الصحة أهمية دعم الجهود الوطنية الهدفة إلى تعزيز الأمن الصحي عبر الحد من انتشار الفيروس وذلك من خلال المشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم لإكساب المجتمع المناعة اللازمة بما يسهم في التقليل من نسب انتقال العدوى مبينة أن التطعيمات تساعد في حماية المواطنين والمقيمين والحد من انتشار الفيروس وسلالاته المختلفة من خلال عملها المساعد لجهاز الملاح مملكة البحرين سابقت الزمن لتصل بالمواطنين والمقيمين إلى بر الأمان خلال هذه الجائحة ونجحت في وضع الإجراءات الكثيلة للتصدي للفيروس في كافة مسارات التعامل من الفحص والحجر والعزل والعلاج والتطعيم والآن بدأت مملكة البحرين في إعطاء الجرعة المنشطة لإكمال مشوارها في القضاء على الفيروس طبعا في هذا الوقت وفي جائحة بهذا الحجم اللي ممكن ما مرت على العالم الحديث بهذه الطريقة أهم شيء في هذا الوقت التطعيم ثم التطعيم ثم التطعيم الحل الأمثل طبعا هو مو الحل الوحيد بس هو الحل الأمثل لأننا طبعا أثبتت كل الدراسات وكل التطعيمات المستخدمة في مملكة البحرين أن هذه التطعيمات اللي هي فعاليتها موجودة ومأمونيتها وعلى مستوى العالم أصلا ملايين ناس مئات الملايين طعمت والحمد لله النتائج جدا مرضية الحصائيات الموجودة في مملكة البحرين وإحنا طرقنا إليها أكثر من مرة أن أكثر من 90% من الإصابات في هذا الوقت والأشهر السابقة من شهر يناير وأكثر اللي يدخلون العناية المركزة وأكثر من 90% من الوفيات في ناس غير متطاعمين مما يدل بوضوح أن التطعيم هو اللي راح يقلل الإصابة درجة الإصابة ويقلل الأعراض شدة الأعراض إذا كان فيه إصابة ولا سمح الله حتى دخول العناية المركزة والوفيات التطعيمات المضادة للفيروس التي أجازتها مملكة البحرين من المهم جدا المبادرة لأخذها لأنها قد أثبتت فعاليتها من خلال المقارنة العلمية التي أثبتت انخفاضا ملحوظا لشدة الأعراض لدى الحاصلين على التطعيم بالإضافة إلى انخفاض نسبة الحالات القائمة للأشخاص الحاصلين على التطعيم طبعا جميعنا يدرك أن عبر العصور والتاريخ اللقاحات كانت أحد أهم التدخلات الطبية التي أثبتت نجاعتها ونجاحها في القضاعة الأوبئة والسيطرة عليه والحد من الوفيات والمراضة وغيرها فوجود مثل هذه الأداة وهذا التدخل الصحي هو من السبل الوقائية الهامة للتقليل من أي أثر سلبي لأن خسران كل فرد في المجتمع هو خسارة للمجتمع بأكملة جميعنا أسرة واحدة وكل فرد في هذه المملكة الحبيبة يشكل فارق اللقاحات مهمة جدا لأن كل ما يزيد معدل التقطيع بالتطعيم الشرائح المستهدفة باللقاحات تأخذ اللقاحات تمثل بمثابة حائط يمنع انتشار العدوى وسريانها للآخرين مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي وفرت وبالمجان للمواطنين والمقيمين مختلف أنواع التطعيمات المضادة للفيروس ولا يتبقى على الجميع إلا الإقبال على التطعيم وعلى الجرعة المنشطة من أجل التغلب على هذه الجائحة والوصول للهدف المنشود وتحقيق المناعة المجتمعية لتكمل المملكة مسيرتها بثبات شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين